أنا يا دكتور بعد أفكر أنه من وقت ريودي جانيرو حتى هذه اللحظة أنا كمتابع عادي أنا من ناحية ومن شغفي بمشاهدة وثائقيات وحاجات زي كده لأن العالم عنده آلاف الوثائقيات وعشرات الآلاف من الأبحاث التي تتحدث عن التغيرات المناخية على هذا الكوكب ومدى الخطورة اللي وصفها الرئيس بأنها التحدي الوجودي الأخطر حتى في كلمته بس الكلام دهما بيقولوا بقالهم عشرات السنين ولم يتحرك أحد ولم يلتزم أحد ده شيء غريب بالنسبة لي جدا هو مش غريب قوي لأن الدول زي ما قلت تحرك معظم هذه الدول الصناعية في المناطق المعتادة المناخيا مالسهمة اللي بيتكلموا عن الخطر طول الوقت بيتكلموا نظرا بص حدراك فيه فرق أن أنا أستشهد بأبحاث علمية فرق بأن أنا أؤمن بما يوجد في هذه الأبحاث ويكون عندي عقيدة واعتقاد أن هذا سيحدث هنا الموضوع لجانب اقتصاد مهم هم عشان يؤمنوا بهذا الحدث هيدفع فلوس هيمولوا الدول ويخفضوا من انبعاثتهم فبالتالي هيخفضوا من اقتصادهم ففي الحالة ده عنده مفترق طرق أصدق الكلام الأبحاث وأعمل به ولا ألتزم بكلمات في المنتديات والمؤتمرات وانتهى الأمر حتى حدث ما كانوا يخشونه فعليا أن يكونوا هم في وسط الحدث عشان كده كانت إشارة زكية من السيد الرئيس في كلمته أن يذكرهم أن الموضوع غير الأول تماما فيه فيضانات وسيول حضرك لما يجي في ألمانيا فيضانات أو سيول وتجر في البنية التحتية في ألمانيا خسرتهم أدي مليارات الدولارات لما كنت دفعتهم الأول يعني مليارات الدولارات خسروها والولايات المتحدة لما بيجي عصار من الدرجة الأولى انتقل للدرجة الثانية أما كون الدرجة الأولى 180 كم في الساعة سرعات الرياح داخل العصار من الدرجة الأولى الدرجة الثانية تتعدى 200 كم في الساعة معناها أنه لا يترك لا شجر ولا بشر إلا ويعمل مشاكل كبيرة جدا لبنية تحتية تكلفة مليارات والبنية التحتية على فكرة في الدول المتقدمة هو الرصيد والاستراتيجي الاحتياطي لما يكون عندي بنية قوية بيكون مطمئن أن تحتاج حال من الأحوال لما يحصل مشاكل في المناخ أو غير المناخ زي الرصيد الاحتياطي بالضبط زي رصيد عملة زي رصيد الأمح اللي في الصوامع بيكون مطمئن ولكن وجدوا أن هذه البنية التحتية القوية لم تصمد أمام ما يحدث في المناخ فدلوقتي الكل كان مهتم جدا بكلمة الرئيس لأنه عارف أن دي رؤية الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف القادم اللي بناء علىها يتصرفوا أنا من وجهة النظر العلمية أن الخيارات محدودة جدا أمام العالم أن يتخذ إجراءات فده فرصة أمام العالم نشأت هتكون في مؤتمر الأطراف إن شاء الله في شرم الشيخ أن يكون هنا التزامات التزامات واقعية المئة مليار دولار اللي تم التزام بها كتير وتم التأكيد عليها في اتفاقية باريس لم تلتزم الدول بهذه التعاهدات حتى هذه اللحظة هذا هو الوقت الصحيح للالتزام ليه؟ في تغير المناخ في مبدأ مهم جدا بمعنى اللي هتدفع دلوقتي لو دفعت دولار دلوقتي هدفعوا عشرة دولار ومش يقدي نفس الغرض بعد سنوات قليلة فدفعوا دولار دلوقتي بدل ما دفعوا عشرة ودفعوا وساعتها مش هيقدي حتى نفس الغرض اشتركوا في القناة